خليني أختم مع حضراتكم هذه الفقرة بلقاءات الوعي الإيماني القبطي الأورتدوكسي بمحاضرة عن المجيء التاني أنشطة لجنة الإيمان والتالين بالمجمع المقدس للكنيسة الإبطائية الأورتدوكسية بالمركز الثقافي القبطي الأورتدوكسي اليوم بتواصل أنشطتها ولقاءات الوعي الإيماني بها بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبى بن يمين مطران المنوفية وتوابعة ونيافة الحبر الجليل الأنبى أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورتدوكسي والمحاضرة كانت النهاردة لنيافة الحبر الجليل الأنبى إبراهام مطران الفيوم ورئيس أديرتها والمحاضرة كانت عن المجيء التاني واللقاءات دي بتوزع حصريا على قناة ميسات كل يوم اثنين الساعة من التمانية لتسعة مساء